اشتركوا في القناة تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين وخلال الافتتاح ألقى العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية كلمة أكد خلالها أن رعاية الدائمة من جلالة الملك المعظم لتطوير المنظومات الطبية بالخدمات الطبية الملكية جعلتها تحقق على المستويات العلاجية والطبية وفق التقنيات الطبية المتقدمة بسواعد وطنية في مختلف المجالات والتخصصات الإدارية والطبية والفنية والحرص الدام من سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء على تطوير الرعاية العلاجية والقطاع الصحي العسكري بقوة دفاع البحرين وأضاف قائد الخدمات الطبية الملكية أن مركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة لأمراض الكلا حضي باهتمام وبمتابعة حثيثة من قبل القائد العام لقوة دفاع البحرين وهو بذلك يعتبر أحد أهم المشاريع الحيوية الطبية في مملكة البحرين وعقب ذلك تفضل معالي رئيس المجلس العالي للصحة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمركز إذانا بافتتاحه حيث قام معاليه بجولة ان اطلع خلالها على مختلف الأقسام العلاجية والأجهزة الطبية المتطورة التي يضمها المركز المزود بأحدث الإمكانيات المتقدمة في مجالي التشخيص والعلاج وتفقد معالي أيضا وحدة الحالات اليومية والعيادات الخارجية كما شاهد إحدى غرف العمليات وجناح كبار الشخصيات بهذه المناسبة أكد معالي أن هذا الصرح الطبي الحيوي يعد ثمرة من ثمار الدعم لا محدود من جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوة المسلحة وتنفيذا لرؤى صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوة المسلحة رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين مضيفا معاليه بأن المركز يعد خطوة إلى الأمام في سبيل تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض الكلاة وتقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والعناية بهم وفق أرقى المعايير الطبية بوجود فريق طبي وإداري وفني متكامل مؤهل علميا وفنيا وإداريا للتعامل مع مختلف الأمراض المتعلقة بأمراض الكلاة كما أعرب معاليه عن فخره واعتزازه بالخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين وما تضمه من كوادر طبية وإدارية وفنية مؤهلة تأهيلا عاليا في مختلف التخصصات الطبية نقلة نواية في الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين عكسها مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة لأمراض الكلاة هذا المركز الذي يضم مختلف الخدمات الموجهة لعدد كبير من المصابين بأمراض الكلاة الحقيقة السعيدة مفتاح لمركز الكلاة صارت المدة حقيقة من بعد ما فتحها فالحمد لله متولدت القيادة الخرمة الطبية بتشغيله والحقيقة هو يعني فيه عدد كبير من أسرة حق الهلاج لحالات الفشل الكلوي عن طريق غسيل الكلام بطريقين بريتوني والدداموي فهذا الحقيقة بيكون جيد حق الناس اللي هم دار ما دار منطقة خاصة المنطقة الجنوبية ودى ما يروح لمحرقة ويروح مكان ثاني بيكون هذه المكانة بيكون أقرب وأسهل والحمد لله إن شاء الله هذه بعد يكون كبداية يأتي افتتاح هذا المركز داعما للتوجه في تنوع الخدمات الطبية العامة والتخصصية بما يخدم المواطن والمرضى من المستفيدين من هذه الخدمات مثل مرضى قسيل الكلة طاقة استعابية مناسبة أتت إثر الاستراتيجيات الموضوعة وكوادر صحية وفنية وإدارية مؤهلة تؤكد الدعم الحقيقي المستمر لهذا القطاع الهام المركز يختم 500 مريض تقريبا 450 مريض قسيل دموي و50 مريض بريتوني البريتوني هو المريض يكون في البيت يسوي الغسيل لنفسه المركز بعد فيه خدمات المثلة الصيدلية اللي هي مكتفية بكل الأدوية القسم الثاني هو المختبر يوميا تجرى الفحوصات لكل المرضى عندنا القسم الأشحة وهو الألترا ساوند وعندنا البلين ثوم وعندنا الألترا ساوند يتشوفون الأكسس حق المناطق اللي فيها الغسيل عندنا العيارات الخارجية فيها ست عيارات خارجية تقدم ما يقارب الألف شخص مملكة البحرين تحرص على تطوير الاستراتيجيات والاتجاهات الوطنية في القطاع الصحي بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومنظمة ومتكاملة وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين افتتاح مركز سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة لأمراض الكلا يؤكدوا الاهتمام المستمر من قبل الحكومة بتطوير القطاع الصحي وإدراج جميع التقنيات الحديثة التي توكب العصر شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين